نورد لكم أهم القرارات التي اتخذها مجلس وزراء في اجتماعه اليوم قرر مجلس وزراء التالي أولاً واحد عدم السماح في السفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكون قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت ويستثنى من ذلك الفئات التالية ألف الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم باء المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية جيم الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق واحد ثمانية عشرين واحد عشرين اثنين السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت والمنتج من شركات فايزر استرزينيكا موديرنا أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق واحد ثمانية عشرين واحد وعشرين شريطة إجراء فحص بي سي آر الأول قبل الوصول باثنين وسبعين ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول ويمكن انهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص بي سي آر تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر ثانياً السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول إلى الأماكن التالية واحد صلاة المطاعم والمقاهي يسمح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات اثنين الأنديا الصحية ثلاثة الصالونات أربعة المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها عن 6000 متر مربع وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27-26-21 ثالثاً إمكانية استخدام أحد التطبيقين هويتي أو مناعة أميون وذلك لإثبات التحصين لمتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتعافين من الإصابة بالفيروس وفق الشروط وزارة الصحة رابعاً واحد التعميم على كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين بالالتزام باستقبال المراجعين من خلال منصة متى المركزية لمواعد المراجعين وذلك لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية لأسيمة التباعد الجسدي ثنين تكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة آلية تطبيق نظام الدوامين صباحي ومسائي لكافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين وموافاة اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بما تنتهي إليه الدراسة وذلك خلال أسبوعين هذه قرارات اليوم التي تم اتخذها في اجتماع مجلس وزراء الاستثنائي اليوم الخميس وقبل أن ندخل على الأسئلة مع الزملاء والزميلات اتخذ هذه الفرصة إذن تابعنا وياكم هذا الجزء من المؤتمر الصحفي للناطق باسم الحكومة الكويتية حول أهم القرارات التي اتخذها الاستثنائية كما وصفها أو القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية هذا اليوم ولن عدم السماح بالسفر لخارج البلاد وأن يكون شرط السفر بتلقي جرعتين باستثناء الحاصين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تتعذر مع استخدام اللقاحات يبدأ هذا والحوامل أيضا بشهادة ثبات الحمل من 1-8-2021 السماح لغير الكويتين بالدخول البلاد بشرط الحصول على جرعتين لقاح إما فايزر، استرازينيكا، موديرنا أو جرعة واحدة من جونسون أن جونسون زائد فحص بي سي أر قبل 72 ساعة وحتى خلال فترة الحجر المنزلي خلال السبعة أيام والسماح للحاصين عن لقاح المضاد والفئات المعفى بالدخول إلى المطاعم والمقاهي باستلام الطلبات الأندية الصحية المجمعة التجارية الكبرى القرار سيبدأ من 27-6-2021